السلام عليكم اصدقائي فيديو اليوم استثنائي سوف اشارك معكم اهداف جديدة تستحق ان نتكلم عنها في هذا الفيديو وقد نعتبرها بادل لشارجي بي تي فور الذي ندفع عليه اموال مقابل الاستفادة منه اهداف اليوم وهي ريكا اي اي هذه الهداف لديها مميزات كثيرة منها قراءة الفيديوهات تعطي فيديو ويقرأه لك ومنها ايضا قراءة الصور تعطي الصورة مثلا وتريد مثلا وصفها او تريد ان يقرأها لك وكذلك يمكنك اعطاه ايضا ملفات فدائه كل هذا سوف نشاهد في هذا الفيديو وسوف نقوم باعطاء امثلة والامر صراحة الخرافي وكل هذه الميزات بالمجال لن تجدها لا في شارجي بي تي فور ولا في كلاود ولا في جاي ماني لان جميع هذه المواقع بها خاصيات مدفوعة لكي تصل في مثل هذه الميزات يجب ان تدفع اموال وانساء الله سوف اشرح هذا وسوف اعطي امثلة في الفيديو لن تدمع عليه مع الكتب مشاهدة الفيديو الى الاخير شكرا لك عندما تدخل الى الموقع سوف اترك لكم في الوصف هذه الوجهة الرئيسية للموقع اذا ضغطنا كمثال على هذه الصورة هنا فارق عمل موقع وضع مقارنة بين جميع المواقع المتوفرة حاليا والمدفوعة ومنها المجانية مثل جاي ماني الترا كما تشاهدون ريكا كور لديه ميزات قراءة الصور والفيديوهات وحتى الصوت ايضا وملفات بدايف بالمجان على غيرال جي بي تي فور وكلاود بصنفيه ايضا وهم مواقع مدفوعة كذلك ريكا اي اي جاء بثلاثة نسخ مثل ريكا كور وريكا فلاش والايدج لكن افضل هذه النسخ وهو ريكا كور لذلك سوف نركز فقط على هذا النموذج الرائع وهو الاكثر ايبداعا كذلك بالنسبة للمبرمجين لهذا الموقع سيساعدهم كثيرا في تصحيح الاكواد وعمل مشاريع ايضا بطريقة صحيحة وبدون اخطاء في مجال البرمجة ايضا اذا ذهبنا الى الاعلى لدينا موضة شوكاس بهذا الشكل هنا عندما نقوم بالدخول اليه تم وضع بعض النماذج للاعمال التي يمكنك الاستفادة منها في شتى المجالات كمثال تعطي صورة ويقول لك من هو الشخص الموجود في الصورة يقوم بقراءته كذلك تعطيه اكلة مثلا ويعطيك ايضا وصف دقيق للاكلة وكيف يمكنك تحضيره هذا مجرد مثال كذلك هنا مجموعة من الامثلة اخرى يمكنك مشاهدته سوف اتركه لكم في الوصف الموقع للدخول اليه كذلك تم اضافة مقارنة للاجوبة التي سوف تحصل عليها كمثال اذا وضعت هذا الفيديو او هذه الصورة في شرش جي بي تي فور او كلود المدفوع ومن هنا يمكنك مشاهدة المقارنة بين الاجوبة الآن بعدما انتهينا من شرح الوجهة الرئيسية اذا اردت التشجيل باعلك سواء العودة والضغط على تري او المودل فري بهذا الشكل ثم ينتقل بك الى هذه الوجهة بالطريقة الاعتية ديه سوف نقوم بالضغط على سيناب لأول مرة اذا كان لديك حساب اضغط على لوغن نقوم بالضغط على سيناب ثم سوف اهدها بلا اسفل اقوم بتشجيل بالايميل الخاص بي بالطريقة الاعتية ديه بعد ذلك سوف اقوم بالموافقة على الشرط وسياسة الموقع ثم وهذه الوجهة واجهة بسيطة وفي الاعلى كما قلت لكم تديك ثلاثة انواع الخاصة بري كاي اي كور وفلاش واجج لكن افضلهم وهو كور لكن سوف اعطيكم نبدأ مثلا اذا قمنا بترجمة هذا الصرح حول كور هنا نموذجنا الاكبر والاكثر قدرة على التعامل مع اي مهمة كيفما كانت لكن على غير الفلاش فهو يبقى استثنائي اذا قمنا بشرحه مثلا ثم تحسين طرازنا دول قدرة العالية لكن على الاسئلة اليومية الشائعة ثم ايج فهو في الحالات الاستثنائية اذا اردت ان يقوم باجابتك بسرعة لكن لا يكون دقيق وبالتالي يبقى كور وهو اهم ميزة او اهم سنف بري كاي اي اي فنقوم بالتعامل معه هنا لديك ثلاثة امثلة للموقع فقط لكي تعريفها الخيارات التي يمكنك العمل عليها مثلا اذا ضغطت على الخيار الاول هنا تم وضع سؤال حول البرمجة تم الطلب من ان يقوم بيعطي برمجة لاكواد البايتون وبالتالي الموقع كم الشاهدون قام بيعطينا اكواد برمجة حول السؤال وبالتالي الموقع يدعم وسوف يساعد المبرمجين في هذه الادات هنا مثلا اذا ضغطت عليه يمكنك العمل بهذا الشكل اذا لم يعجبك الاجابة كذلك هنا الفارتاج كذلك هنا كوبي بكل بساطة اذا عدنا الى السؤال الثاني الذي تم وضعه في الموقع حول الترجمة تم طالب من الموقع ان يقوم بترجمة هذه الكلمة بالصينية الى الانجليزية وبالتالي تم عمل هذا فقط في ثواني هنا ايضا تم اعطاء الموقع صورة وتم الطالب من الموقع ان يقوم بيعطي وصف للصورة هذه النماذج موجودة في الموقع نحن الان سوف نقوم بجلب الفيديوهات والصور وكل شيء وسوف نقوم بعمل المراجعة خرافية للموقع في الاسفل لديك ايضا الميكروفون ثم في الجانب لديك الميزات الموجودة الخاصة بالصور والفيديوهات وايضا الملفاس كما قلت لكم سوف نبدأ بالفيديوهات اذا ضغطت على مكان الفيديو لديك امكان تحميل اي فيديو سوف اقوم بتحميل هذا الفيديو بعمال يقومون بالحفر اذا شاهدتم سوف اقوم باعطائه سؤاب العربية لان اللغة الاجنبية هو يتكلم بها الموقع ويقوم بالاجابة بها لكن انا سوف اركز فقط على اللغة العربية قمت بطلب منه ماذا يوجد في الفيديو سوف اشاهد كيف سوف يجيبني كما تشاهدون يظهر في الفيديو موقع عمل تحت الانشاء حيث يقوم عدد من العمال بحفر خندق في الطريق يرتدي ايضا العمال ملابس الواقية البرتقالية والخودات الصفراء والسلامة فقط ويوجد علامات مرورية كما تشاهدون الوصف دقيق فقط من خلال الفيديو ايضا اذا قمت بالذهاب الى فيديو مرة اخرى سوف اقوم بجلب فيديو اخر لكلب يقوم ايضا بالحفر وهنا قمت بطلب منه اريد ان تعطيني تعليق حول الفيديو وخمن عن ماذا يبحث هذا الكلب وكم تشاهدون الفيديو ظهره كلبا صغيرا يحفر في الارض بشكل متحمس ويبدو الكلب مستمتعا بعملية الحفر كذلك وكم تشاهدون يلعب ويمارس نشاطا يساعده على تطوير مهارته الحركية واستكشافية هذا رأيي الموقع فيما يفعله الكلب الان وكم تشاهدون الفيديو يتم قرأته بشكل خرافي ايضا اذا انتقلت ايضا الى الصور هنا سوف اقوم باختبار معكم شيء اخر مثلا لدينا هذه الصور ونريد معرفة وصف او برومت خاصة بها لاننا نريد مثلا عمل في مواقع مثل نيوناردو او دال اوتري او ما الى ذلك مثلا سوف اقوم باعطاه هذه الصورة كمثال ثم سوف اقوم بكتابة له الذي تريد بشكل بسيط عندما انتهي سوف اقوم بالضغط على انتري هنا سوف يقوم باعطي برومت هذه برومت سوف اقوم باخدها الى موقع اخر لانشاء الصور وسوف اشاهد هل سوف يعطيني نفس الصورة تقريبية كما تشاهدون الان قام الان باعطي وصف طويل سوف اقوم الان باخد هذا الوصف الطويل الان الذي هو دقيق واعود الى موقع اليوناردو اي اي المعروف والغني التاريب اقوم بوضع الوصف في الاعلى ثم سوف انزل الى الاسفل اقوم باختيار تروضي انيماسيون ستايل بهذا الشكل ثم الان سوف اترك باقي الاعدادات كما هي ادب الى جانب اقوم بتركز كذلك واترك باقي الصور ما يهمني وهو تروضي انيماسيون ستايل لكي يظهر مثل الصورة الاولى انتظر فقط قليلا وصراحة حصلت على صور صراحة خرافية وتقريبية كما تشاهدون الان نفس الالوان ونفس التعلب يظهر معنا مثل الصورة الاصلية التي وضعت في موقع ريكا كما تشاهدون الامر خرافي وهذا ايضا سوف يقدم حل لمجموعة من اشخاص يريدون دائما اخذ اوصاف من خلال الصور ولا يعرفون كيف يحصلون عليها هذا الموقع يقدم لك هذه الميزة ايضا الان سوف اعود الى مكان الصور سوف اقوم بتحميل الصورة لطبق الكسكس وهو معروف اكلة مغربية شعبية معروفة في جميع انحاء المغرب كما نقول ثم سوف اقوم بتحميله ثم سوف اقوم بطلب منه ما هي هذه الاكلة وسوف تشاهدون الان على الاجابة اقوم بالضغط على انتري بعدما قمت بطرح السؤال الان سوف يقوم بكتابة لي بهذا الشكل هذه الاكلة هي طاجين مغربي وهي من اشهر الاطباق في المطبق المغربي يتميز الطاجين المغريب بتنوع مكوناته وطريقة اعداده الفريدة هو قد تسمى بها الطاجين لكن هو عبارة عن كسكس في حقيقة ومعروف في انحاء المغرب اكلة صراحة رائعة ويتم اعدادها في الغالي بيوم الجمعة وفي المناسبات في بعض الاحيان الان كنت بكتابة ما هي المدينة المغربية المعروفة بهذا الكسكس ثم الان قام بكتابة لي هي مدينة فاس فاس واحدة من اقدام المدن المغربية وتعتبر مركزا ثقافيا وتاريخيا صراحة هي معروفة في جميع انحاء المغرب لكن هو ذكر لي انها معروفة بمدينة فاس كما الشاهدون وهي مدينة العلمية كذلك قمت بالطرح ليه سؤال اخر انا اسكن في فرنسا وارد ان اعرف اين توجد مدينة فاس وكم احتاج من المال لقضاء عطلة لمدة اسبوع هذا السؤال مركب وسوف اشاهد هل سوف يجيبني؟ قال لي مدينة فاس هي مدينة تاريخية وتقافية رائعة في المملكة المغربية كما بيعطي ثلاثة اختيارات للسفر من فرنسا الى فاس عن طريق الطيران كذلك حدد لي عدد الساعات للطيران كذلك عن طريق الحافلة والقطار كذلك يقوم بيعطيك كما نقول الطراج او المسار الخاص بكل طريقة للسفر كذلك في الاسفر قام بيعطيك كذلك القدر المالي الذي سوف احتاجه في مدينة فاس هلالي قد تتراوح التكلفة بين خمسمائة يورو والف يورو تقريبا للشخص الواحد وتشمل ايضا تذاكر الطيران واقامة في فندق متوسط المستوى الطعام وبعض الانشطة السياحية قد تحتاج الى زيادة ميزانية اذا اردت شيء فاخر اكثر وصراحة الامر جميل الموقع يعطيك تفاصيل دقيقة كذلك قدم لنا بعض النصائح في الاخير لتحقق من متطلبات التأشيرة واللقاحات المطلوبة للسفر الى المغرب الان سوف اعود الى اخر ميزة وهي قراءة البي دي ايف او ملفات البي دي ايف الان سوف اقوم باعطيه ببي كلابس كان لدي وهو به مجموعة من الارشادات حول استعمال في كلابس وطرق الاستفادة منه الان سوف اقوم بالطلب منه اريد ان اعرف ما هو محتوى هذا الملف وما هو موضوعه اريد تلخيص له بكل بساطة انتظر فقط قليلا هذا الملف هي مجموعة من النصوص توجيهية حول كيفية انشاء صور فنية باستخدام تقنية الدكاء الصناعي الان سوف يقوم باعطيه تلخيص على شكل نقاط وارقام كما نشاهدون تعريف الدكاء الصناعي وكيفية استخدامه توجيهات حول كيفية كتابة النصوص وتعييم الدكاء الصناعي كما نشاهدون اي ملف يمكنك اعطاه لها الموقع وسوف يقوم بدوري بتلخيصه واعطيك النبدة العامة حول الموقع وبطبيعة الحال هذا هو الملف الخاص به به ايضا طريقة استخدامه وعمل من خلاب بطريقة بسيطة وبطبيعة الحال الموقع قام بيعطيه نفس الشيء وهذا هو نهاية هذا الفيديو الموقع صراحة يستحق منكم التجربة ايضا فهو بدل مجاني لحد الساعة بدلشة جي بي تي وكلاود وات جاي ماني هذه الموقع ايضا بها هذه الميزة لكن يجب ان تدفع اموال على غرار هذا الموقع الذي يريد ان يخرج عن العادة والجلب المتابعين اليه والمشاهدين والجمهور اليه ايضا ونهاية اذا عجبتكم فكرة هذا الفيديو واستفدتم من لا تنسوا اشتراك وتفعيل زرف وتعليق اراكم شيموناء نلتقي في فيديو اراخر ان شاء الله السلام عليكم